قبل السؤال عن بيت العيلة برحب بيك أستاذ خالد أهلا بيك طبعا أنت موجود الأيام دي في مصر لأنه أنا عالم أنك كثير الترحال والسفر أنا بقالي في مصر فترة فعلا عشت أحداث الثورة الأخيرة في مصر أنا شاركت في الثورة كمان طيب السؤال عن بيت العيلة اسم المعرض الخاص بيك هل له تماس بما حدث الفترة الأخيرة؟ هو الأسرة المصرية أو العيلة ما هي إلا نقطة في تكوين المجتمع المصري كله المجتمع المصري هو بيت العيلة الكبير فالأسرة المصرية أو بيت العيلة الصغير ما هو إلا نقطة في ظل كيان كبير اللي هو البيت العيلة المصري اللي احنا بنحاول نصلحه من خلال الثورة البيت المصري كل ما يبقى متماسك كل ما يبقى الكيان الكبير كله متماسك جميل طيب إحنا طبعا موجود معنا مجموعة من الأعمال الخاصة بالمعرض الموجود حاليا يريد الزملاء يكونوا محضرينها بيت العيلة ويعني أنا أتصور هل فيها بورتريهات هل فيها أعتقد أن يبقى فيها صور كتيرة جدا واسعة للثورة وميدان التحرير أنا مستضيف على هامش المعرض لوحة من لوحات الثورة لأنها بصراحة فكرة المعرض كانت متكونة من قبل الثورة حصلت الثورة المصرية يعني قعد تقريبا حوالي شهر أو شهر ونص بشارك في الثورة وبعدين بمجرد حكومة أحمد شفيق ما مشيت وقاد حكومة شرف حسيت أن ابتدينا نمشي على الطريق الصحيح هنا ابتديت أخفف شوية من نزولي في المظاهرات ورجعت المرسم ورسمت لوحة عن الثورة المصرية دي أحد أعمال المعرض الحالي؟ دي أحد أعمال المعرض الحالي أن أنا عامل الأسرة في البيت عندي الأبناء والأولاد الزوجة الجدة أصحاب الأبناء كده الظهور في البيت الإسقاط لمعنى بيت العيلة على المعرض الخلافات اللي كانت موجودة والانشقاقات واختلافات الرأي اللي عاشتها حتى الأسرة المصرية في أحداث معينة أثناء الثورة كانت الأسرة الوحدة بيبقى فيها اختلاف وجهات نظر وأتصور حتى أيام الاستفتة كان الأسرة الوحدة الأب والأم ممكن يكون لهم رأي الأولاد لهم رأي تاني هل جسدت ده أو هل يعني عكسته في لوحة من لوحاتك؟ وأحيانا ممكن يحصل صراعات في البيت ما بين الأولاد الصغيرين تبقى البنت الكبيرة مثلا عايزة تبقى هي المتسلطة على الصغيرة وهي رايحة النادي فيه لوحة موجودة كده بتديها تعليمات وكده حكم إن هي الكبيرة وكده إنما في النهاية خالص أعتقد أن البيوت المصرية كلها بنسبة كبيرة أوي كانت متفقة